شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة التفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الإدارة العامة والشؤون السياسية بدولة سيرليون هذا وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في أعداد التشريعات المرتبطة بالخدمة العامة وحوكمة الاختيار والتعيين في الوظائف العامة وتدريب الموظفين العموميين وأكد رئيس الوزراء حرص مصر الدائم على تنمية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات كما أن مصر تطلع إلى مواصلة البناء على التطور الذي تشهد العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة معربا عن استعداد مصر تقديم الدعم للإدارة العامة في سيرليون الصديقة عبر المؤسسات المصرية المعنية